بعد أن فقدت ميليشيا الحوثي العديد من مصادرها المالية خلال السنوات الماضية لجأت مؤخرا إلى استهداف ممتلكات وثروات رجال الأعمال في مناطق سيطرتها مصادر مصرفية عديدة أكدت قيام الحوثيين بفرض الإقامة الجبرية على نحو 30 من رجال الأعمال يمنين ومنعتهم من مغادرة صنعا المصادر أضافت بأن الميليشيا وجهت تهديدا مباشرا لهم بالقت إن أوقفوا عملية تدفق المبالغ المالية إلى خزائن قيادات رئيسية في الميليشيا تحت ما تدعيه بالمجهود الحربي وتشير التقارير الواردة من صنعاء إلى أن الوضع الاقتصادي في المدينة متدهور جدا خاصة بعد فرار العشرات من رجال الأعمال إلى عددا من المدن المحررة الأمر الذي دفع الميليشيا إلى فرض سيطرة كاملة على ما تبقى من مدير البنوك ورجال الأعمال ومنعتهم من السفر إلى خارج المدينة وتسببت ممارسات الميليشيا القائمة على نهب ممتلكات الشركات ودائعها إلى إفلاس العديد منها حيث تقوم بالسطو الممنهج على مدخرات البنوك والاستيلاء على مبالغ مالية في أساسها عوائد واحتياطي ثابت لتلك البنوك ويرى مراقبون أن ممارسات ميليشيا الحوثي دفعت بالعديد من المصانع والشركات إلى أغلاق مكاتبها بسبب الضرائب والإتاوات التي تفرضها الأمر الذي ساهم في ارتفاع نسبة البطالة وتردي الوضع الاقتصادي بشكل عام